مصر ترحب بدعوة العاهل السعودي لدعم اتفاق الرياض فهل سنشهد اتفاق القاهرة الدوحة؟ انفجار انتحاري في اربيل حتى انت يا اربيل ايران تستخدم بنكا صينيا لتحويل اموال لفيلق القدس هل يمكن ذلك في ظل الرقابة الدولية على البنوك؟ اذا هذه الموضوعات وسنتناولها في هذه الجولة وتنقف ايضا الفيفا هل اقتربت نهاية بلاتر بعد 33 عاما من الحكم؟ هذه العناوين سنتناولها في هذه الجولة من هذا البرنامج دعونا بدء ان نقف مع اخر اهم الاخبار حتى الساعة البرلمان اللبناني يفشل للمرة الخامسة عشر في انتخاب رئيس للجمهورية الاردن يدعو الى ضبط النفس في القدس اكراد العراق يقولون ان الغرب لا يقدم اسلحة كافية لهزيمة داعش بوتين يعرف عن السداده للتعاون مع الولايات المتحدة على اساس الاحترام المتبادل موسيقى اهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الجولة الجديدة التي سنتنقل ونتطوف فيها عبر عواصم ودول تشهد احداث في هذا اليوم سنقف مع الملف النووي الايراني هل هو يراوح مكانه ام انه يحل استقدم من خلال المحادثات التي تجري بين طهران والكبار لحسم امر هذا الملف وسنعرج على مصر ايضا والتي تشهد اشتباكات في سيناء في الحدود مع غزة ودعوة العاهل السعودي لمصر تبارك ايضا وتدعم الاتفاق الرياضة الذي تم مؤخرا بين الدول الخارجية مصر على الفور سارعت واعلنت مباركتها لهذا الاتفاق سنقف على مآلات ذلك وايضا مقتل نساء واطفال ثلاثة نساء واطفال في سيناء والقوات المسلحة في مصر ذكرت بانها تحقق ما اذا كان صاروخ عن طريق الخطأ انطلق من احدى طائراتها التي تحوم في هذه المنطقة ام انه من مدافع الهاون التي يستخدمها المسلحون واربيل ايضا تشهد حدث استثنائي انفجار في مبنى حكومي كبير ويؤدي الى اضرار مادية بالغة ويؤدي ايضا الى سقوط ضحايا هذه الموضوعات سنتناولها في هذه الجولة بدءا كالمعتاد في كل يوم نذكر باحداث وقعت في التاريخ اليوم التاسع عشر من نوفمبر في ميسل هذا اليوم في التاريخ احداث كثيرة حدثت ووقعت دعونا نتابع وبثما نبدأ طرح موضوعاتنا مع ضيوفنا الكاري ترجمة نانسي قنقر 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 اذا نحييكم من جديد مشاهدي الكرام ودعونا ايضا نتحدث عن اهم وابرز الاحداث التي حدثت اليوم ايران ذكرت انها ستقاوم الضغوط الغربية التي تجعلها تقدم تنازلات مفرطة فيما يخص برامج النووي وهو ما يشير الى وجود عقبات قد تحول دون التوصل الاتفاق تاريخي بحلول الموعد النهائي في الرابع وعشرين من نوفمبر الجاري وكثير من المراقبين يقولوا بان هذه المعاهدات او هذه المفاوضات ستأخذ شكل المعاهد بين جميع الاطراف وتطوي هذا الملف انا معي من لندن الاستاذ فراس ابي علي المحلل السياسي في شركة اي اتش اس سيد فراس مساء الخير شكرا لك من خلال متابعتكم لمجريات الامور هل في تقديرك ان الملف النووي الايراني يمكن ان يطوى وينتهي باتفاق على الارجح سيتم التوصل لاتفاق جزئي وليس لاتفاق كامل او الى تمديد ما للمفاوضات يعني لمدة شهرين او شيء من هذا القبيل لكن من غير المرجح الفشل التام للمفاوضات اعتقد ان جميع الاطراف ترى ان لها مصلحة سياسية واقتصادية في اعادة ايران الى سوق النفط الدولي نعم ما هي ابرز العقبات التي تعيق تقدم هذا الملف واي من الطرفين يتسبب فيها هل هي شروط الغربة التي تعتبرها ايران قاسية ومبالغ فيها ام تعنت ايران في بعض المسائل الفنية يعني طبعا كما تعلم كل طرف سيقول ان المشكلة هي من الطرف الاخر هذا ما نتوقعه في السياسة لكن اعتقد ان بالنسبة للايرانيين هم يريدون الحفاظ على اكبر قدر ممكن من المكاسب ومن القدرات في برنامجهم النووي والتي هي حاليا يعني غير كافية لصناعة قنبلة بشكل بشكل فوري وبالنسبة للايرانيين ايضا هم يريدون من الغرب ان يتم رفع جزء اكبر من العقوبات في فترة اسرع يعني الفترة التي يتم خلالها رفع العقوبات يريد الايرانيين تقصيرها وهناك نقاشات حول كمية التفتيش وقدرة المفتشين للوصول الى الماكن الحساسة وامور من هذا النوع سيد فراسي لأي مدى اثرت العقوبات المفروضة على طهران في الموقف الايراني وجعلت طهران ربما لا اقول تقدم التنازلات ولكن على اقل تقدير تجلس الى طاولة المفاوضات وهي بهذا الانفتاح النسبي في الماضي كانت اصلا هو وقت من اوقات ترفض مبدأ الجلوس اصلا على الطاولة وتعتبر ان هذا حق طبيعي الى اي مدى تركت العقوبات اثر في تقديرك يعني كما تعلم حضرتك كان هناك فترة من المفاوضات في عهد الرئيس خاتمي ثم جاء الرئيس احمدين جاد وتعثرت كل المفاوضات وكل العلاقات مع اغلب دول العالم والان في يوجد ادارة الرئيس روحاني التي تتخذ موقف ايجابي اكثر اعتقد ان التأثير العقوبات كان تأثيرا كبيرا وهو جزء اساسي من قبول ايران بالمفاوضات وبوضع بعض التنازلات لكن كما تعلم حضرتك الاقتصاد الايراني صار لديه تنويع اكبر من باقي الاقتصادات التي تعتمد على النفط بسبب طول الفترة التي خضع فيها للعقوبات مما سمح له بتطوير قدرات اخرى وتطوير صناعات وخدمات اخرى مساهمت في تقليل اعتمادها على النفط وان كان هذا لا يزال المورد الاساسي للدولة في المقابل سيد فراس انت تعلم ان طهران تمسك بملفات مهمة بشكل مباشر او غير مباشر في كثير من الدول المحتقنة الملتهبة التي تؤثر على الامن والسلام الدوليين ودونك العراق وسوريا وحتى اليمن يعني الى اي مدى هذه الاوراق السياسية من الممكن ان تؤثر في سير المفاوضات ام ان السياسة تنفصل على الاقتصاد دعنا نسميه في هذا السباق التفاوضي يعني في كل الدول التي ذكرت حضرتك هناك صراع يجري بين ايران من ناحية وفي بعض الاحيان تركيا والسعودية وفي بعض الاحيان فقط السعودية وفي بعض الاحيان تركيا والسعودية وقطر هذا الصراع هو جزء اساسي من خريطة المنطقة وساهم بشكل كبير في تفجير الحرب الاهلية السمنية الشيعية التي نراها داخل الاسلام المقاربة الامريكية للملف كانت من ناحية ان ايران ستبقى مشكلة او سيظل هناك مشاكل بين بين حلفاء امريكا وايران ولكن من وجهة النظر الامريكية من الافضل محاولة حل هذه الخلافات من بعد حل او تخفيف الاحتقان في البرنامج النووي مما ان يكون هناك هذه الخلافات والبرنامج النووي يزيد هذه الامور تعقيدا طبعا النجاح في المفاوضات يسهل مهمة امريكا في الضغط على باقي الاطراف للقبول بتنازلات وخلق نوع من هيكل امني اقليمي جديد يتضمن دورا اكبر لايران ودورا اصغر للدول العربية وعدم النجاح في المفاوضات يجعل هذه المهمة اصعب لكن اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة التي يعترف فيها الجميع اننا لا حل لهذه الملفات من دون الايرانيين ولا نعلم ان كان هذا في مصلح الدول المنطقة وليس في مصلحتها لكن هذا هو الواقع حاليا سيد فراس دعنا ننحي مسألة التفاوض الذي تقوده حتى الولايات المتحدة الامريكية والغرب مع ايراف السلاح النووي او الملف النووي الايراني لكن كثير من الشواهد تدل على ان هناك علاقة عميقة سياسيا وتنسيقيا بين الولايات المتحدة الامريكية وطهران الى اي مدى شواهد الحال تدل على هذا التنسيق المشترك بين الطرفين يعني الطرفين يا شوران بالتهديد من المد الجهادي الذي نتج عن الايديولوجيات السلفية الجهادية التي انتشرت في المنطقة بسبب بعض الرعاة الاقليميين وبسبب التمويل الموجود لها وبسبب قدرتها على استقطاب جزء كبير من الاسلاميين في المنطقة وهذا يفرض على الطرفين التنسيق لاحتواء هذا المد الجهادي لان بالنسبة للولايات المتحدة هناك مركز قرار للمجموعات من انواع حزب الله ومن انواع عصائب اهل الحق ومن باقي المنظمات الشيعية موجود في طهران اما بالنسبة للمجموعات الجهادية السنية لا يوجد مركز قرار موحد ولا يوجد طريقة للسيطرة عليها ولا يوجد طريقة لاحتوائها هذه القدرة لايران على التنظيم من ناحية وعدم قدرة خصوم ايران على تنظيم الطرف السني اذا اردت ان تنظر الامور بهذه الطريقة والخطر الاتي من المد الجهادي الذي نراه في ليبيا نراه في مصر نراه في سوريا والعراق كل هذه الامور خلقت مجموعة من المصالح المشتركة بين ايران وبين الولايات المتحدة اضافة الى ذلك الآزمة مع روسيا دفعت الاوروبيين للبحث عن مصادر بديلة للغاز الروسي والنفط الروسي وايران هي مرشحة اساسي في هذا المجال نعم دعنا اذا نتحدث عن علاقات الايرانية الخليجية وانت تعلم انها علاقات تمض بفترات شد وجذ على المضى الطويل وهي علاقات غير مستقرة يعني اذا طوي هذا الملف الملف النووي ودول الخليج احيانا بل تجاهر بانها منزعجة وقلقة من الملف النووي الايراني بطبيعة الحال بحكم الجوار وتأثيراته الى ما ذلك هل سيؤثر طي هذا الملف على هذه العلاقات الدول الخليجية الدول الخليجية الصغيرة في نهاية الامر غير قادرة لا على تحدي السعودية ولا على تحدي ايران الدول الخليجية الصغيرة هي عالقة بين هذين القطبين ومن وصلحتها محاولة التوفيق يعني بعلاقاتها بين الطرفين والحفاظ على علاقات بين الطرفين نعم حتى اخذناها حتى دول خليجية فراس اذا اخذناها كتلة واحدة يعني انت عندما تتحدث عن الكيان وبالامس هم ولكنها ليست كتلة واحدة بعد عودة العلاقات مع الدوحة التنسيق الخليجي المشترك على اعلى مستوياته يعني سلما وحربا يعني ولكنها ليست كتلة واحدة في واقع الامر كما تعلم حضرتك تاريخيا كان لقطر علاقات ممتازة مع ايران ثم حصلت الازمة السورية وحصل اختلاف في العلاقات العلاقات بين عمان وطهران لطالما كانت علاقات جيدة وهناك معاهدة دفاعية بين الطرفين الكويت تحافظ على جسور معينة مع الايرانيين بالرغم من مرور العلاقة بازمات الامارات يعني زارها الوزير الخارجية الايراني وكان هناك حديث عن زيارات رفيعة المستوى من المسؤولين الاماراتيين لطهران فأعتقد ان الدول الخليجية ستحاول ان تحافظ على ولو شعر بينها وبين الطهران في كل الظروف الخلاف الاساسي هو بين القطبين الكبيرين وهو ليس بين الدول الأصغر نعم اشكرك المحل السياسي في IHS السيد فراس أبي علي شكرا كنت معي مباشرة من لندن شكرا جزيلا لك الى موضوع اخر السعودية وجهت دعوة لمصر تدعوها ربما لمباركة الاتفاق الرياض الذي انهى خلاف استمر ثمانية اشهر مع قطر وجاء ذلك عبر بيان ناشد الملك عبدالله عائلة السعودية مصر قيادة وشعبا ان تسعى في انجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي ثلاث ساعات فقط ردت مصر عبر مكتب الرئيس سيسي بيان وصفت فيه دعوة الملك بانها تمثل خطوة كبيرة على صعيد مسيرة التضامن العربي والبيان مضى ابعد من ذلك وذكر بانهم يتطلعوا الى حقبة جديدة تبعث الامل والتفاؤل في نفوس الشعوب معي من القاهرة الدكتور ماهر هاشم القبيل الاستراتيجي دكتور مساء الخير مساء كل عام طيب مساء الخير رحاك طيب الله يخليك دعوة سعودية واستجابة مصرية سريعة هذا يعني ان الطرفين مهيئين ربما لقبول ومباركة اتفاق الرياضة الذي انهى لا اقول القطيعة ولكن الجفوة الخليجية التي حدثت كيف تقرأ ذلك وهل هو يأتي في اطار البرتوكول ام ان تداعيات ستحدث تبعا لهذا الامر نعلم ان نرجع للوراء قليلا بمقولة سيد الرئيس السيسي ان امن مصر القومي لا يبدأ او ينتهي داخل حود مصر وان امن الخليج العربي هو من امن مصر القومي اذا ان يهمنا كقيادة وشعبا امن الخليج ككل وكذلك الشعب المصري نفسه برغم ما حدث وما قيل وما تداعي الفترة اللي فاتت دي كلها من بعض اشكاليات من الخاصة الملف القطري والشبهات التي وقعت ولكن لابد ان نفرق بين شيئين بين القيادة القطرية المتمثلة في السمو الأمير في عصر جديد اللي بيتطلع فيه للتقارب مع الخليج العربي فلا شك ان قيادة مصر تباركه وبينما ملف الارهاب الذي يلقي بظلاله على المنطقة ويضع بقرة الاهتمام على قطر وتركيا ايضا فعلى الحكومة القطرية ان تبرئ ساحتها من احترامها لهذه المعاهدات وكذلك الاتفاق على عدم دعم الارهاب وكذلك مقاومته نرجع للخطوة الايجابية التي قامت بها دولة الامارة العربية المتحدة الشقيق في درج المنظمات الارهابية ومنعها من فتح هذا الملف تماما وكذلك اخذ كافة الامور واخذ الرد الفعل الايجابي فاذا على قطر الان واحتراما لهذا الرجل القيادة الموجودة الذي نصفه ان ابو العرب حاليا اسموه الشيخ عبدالله ملك السعودية الملكة العربية السعودية فعليه ان يأخذ نفس حزن الامارات مثلا ويتعامل مع المنظمات ونجد ان موقف الحكومة القطرية حينما قام بطرد جماعة المسلمين اذا كان متواجدين سرا الان هناك في قطر فهذه حلول فردية تحملها الاشخاص على البعض الاخر لابد من نظر الامن القومي العربي في التحولات التي كانت تحدث من خلال استغلال بعض البنوك هذا الموقف كان هيؤثر بشكل سلبي جدا بالبنوك القطرية العاملة في مصر البنوك القطرية العاملة في مصر الرأي العام بيتهمها تماما وعليهم ان يبرعوا ساحتهم من تكفيف العملة الاجنبية في مصر وكذلك خلق سوق موازية لسوق العملة الاجنبية ده مشكلة كانت بتحطهم لدعم الارهاب ولكن تفضل انت لكن هذه معلقة لكن لكن الخطوة الايجابية التي قامت من مجلس التعاون الخليجي لا بد ان تكون مباركة من مصر شعبا وقيادة لان خطوة في اتجاه الامن القوم العربي ككل نرجع للوراء قليلا حينما كانت هناك خلافات بين المملكة العربية السعودية قبل ان نرجع الوراء وبين قطر السوق القطري جيد انا استوعب نظرك لكن نتحدث لضيق الزمن على كل هم اهل مكة ادرى بشعابها الخليجيون جلسوا في الرياض وخرجوا بهذا الاتفاق ولكن الان يهمنا معرفة العلاقة بين القاهرة والدوحة الى اي مدى سيؤثر هذا الاتفاق الخليجي ربما في عودة المياه الى مجاريها بين البلدين وانت تعلم انه ثمت جفوة قائمة عالقة حتى الان بين مصر وقطر امام امامنا شيئان لا بد من حل هم اولا موقف الحكومة القطرية من دعم الارهاب لا بد ان يكون واضح ولا بد ان يضع له حلول سمو الامير حمد وكذلك ايضا الموقف الاخر موقف الاعلام القطري الاعلام اللي بنعتبره انه هو قطاع خاص للارهاب او لدعم جماعة الاخوال المسلمين فهنا النهاردة اذا كان اعلام الدولة المتمثل في قناة الجزيرة ويدعم الارهاب فشيء طبيعي ان الموقف المصري بالنسبة له سلبي بينما لو صححت اوضاعها في تصحيح الاعلام وكذلك دعم واحتضان منظمة ارهابية زي جماعة الاخوال المسلمين وكذلك وجود بعض قيادات متهمين بالقتل لابد ان تحترم هذه المعادات الدولية وتبادل المتهمين وبخصة هذه القضاية بتدولها قضاء فالفجوة التي حدثت ممكن ان تزوب لان انا في الاول في الاخر اخيرا الشعب المصري والشعب العربي او اي دولة عربية اصلا الشعب نصري بطبيعة الحال بيكون رد فعل لما يحدث من اثر سلبي تكررت بعض اخطاء وهناك بعض تعفوزات والسياسيين كلموا قالوا ما قيلوا وكذلك الخبراء ولكن لا يصح الا الصحيح لا يصح الا الصحيح لابد ان يكون في موقف قوي لدولة قطر لابد ان نبدأ مما انتهى اليه هذا المؤتمر وندعمه لتكون القمة القاهرة القادمة هي قمة الوحدة العربية والتكامل العربي والاقتصادي الشامل ان شاء الله برياسة الرئيس السيسي وهو رئيس الدورة القادمة في القاهرة جيد مع تلينا المواقف قطر عندما تتحدث عن موقف الحكومة القطرية مصر من دعم الارهاب هكذا بهذا الشكل قطر لا تحتبر نفسها انها تدعم الارهاب وبالتالي اللغة احيانا قد تسهم في تعقيد الامور بعض الشيء يعني انا اتحدث هنا بوجهة نظر مراقبة للامر دكتور ماهر هاشم دعني انتقل الى موضوع اخر اليوم قتل ثلاث نساء واطفال في سيناء والاخبار عن طريق تفجير صاروخ تتضارب الاخبار حول كيفية حدوث هذا حتى ان الجيش ذكر بان من الممكن يكون صاروخ اطلق عن طريق الخطأ من احدى طائراته التي تحوم وتمشط المنطقة هناك وانت تعلم هذه المنطقة وما بها او انه ربما لمسلحين عبر اسلحة الهاون الى ما ذلك والبعض الاخر في هذه الظروف يوجه بعض الانتقادات للحكومة في مصر بان الملف الامني ليس كما يجب يعني وادارة الازمة ليست كما يكون ودونك البيانات المتضاربة التي خرجت ايضا في حادث ضمياط كيف تعلق على ذلك الملف الامني هناك خطوات ايجابية اتخذها الرئيس سيسي بتعيين اثنين من المستشارين للامن القومي والمكافحة الارهاب والامن الداخلي هذه خطوة ايجابية جدا وهناك تنصيق وانا اقول لحضر من هذا المكان ان كان يسبق قرار ما حدث في قمة الرياض في تقارب او تعاون في مكافحة الارهاب بين مصر والمملكة السعودية تحديدا وبعض الدول في الخليج انما لو نجد ان سيناء او تعامل الارهابيين مع القوات طبعا نعلم انهم بيحاولون ان يصدروا المدنيين في المقدمة واللعب بازيل ورقة وكذلك ايضا ان قتل الابرياء وقتل الاطفال نتيجة تواجد المدنيين وكذلك ما القاء الحملة المضادة من المنطقة العزلة وتؤثر على ذلك البيوت المتواجد فيها الارهابيين الارهابيين لا يسكنوا معسكرات الارهابيين في سيناء بيسكنوا بيوت عادية تقلدية لهم اصر ولهم اطفال ولهم وبيختبؤون في اصر اخرى وكذلك الانفاق لا تتواجد في منشآت بتتواجد من داخل بيوت اذا من الطبيعي جدا انا بقوم الارهاب في منطقة فعلى المدنيين اخلق هذه المنطقة او التواجد في المكان المصرح به فاذا كانت الحادثة ليس بطريقة الخطأ بل بالعكس سنجد مسلسلات مضادة لما يحدث في سيناء مثل ما حدث ان في رفض بعض الاعلاميين والرأي العام قامت منطقة عزلة وكيف هدم البيوت والتعويضات وما شبه ذلك دي شيء طبيعي جدا يلتف في الرأي العام على قتل اطفال او سيدة او بطريق الخطأ او لتواجد الارهابيين وانفجار قنبلة مثلا او صاروخ اطلق على مجموعة ارهابية كان بيسكن مع اسرته او بعض المدنيين ولكن الرأي العام المضاد النهاردة حادث زي حادث كرم القواديس وما تم من اطلاق بتعاون بين جهات اجنبية وبين دول اشتركت واجهزة مخابرات حادث الضميات نفس الكلام فاذا مصر الان في حالة حرب معنى ذلك حالة حرب فعلية على الارهاب مثل ما كان يحدث في حرب 73 كانت الامة العربية بالكامل كلهم بيتخذ مواضعه المدنيين لهم اماكنهم ويكونوا متواجدين مصرح لهم بالتواجد فيها والتعامل معهم تسهيل مرور الحملات العسكرية ومكابحة الارهاب لكن سيفاجأ هذه المنظمات الارهابية وهذا النظام بفكر جديد لمقاومة الارهاب احنا بنتمنى للنجاح وذلك مش هيحدث فيه خسائر بشرية ولا حاجة للاستناد على معلومات للاستناد على التعاون العرب المشترك الخطوة الإيجابية اللي تمت النهاردة في قمة الرياض دي هتكون دعم لمكافحة الارهاب لأن التواصل بيفرض علينا النهاردة كل من مساق العرب المشترك تبادل المعلومات في مجال الامن القوم ومكافحة الارهاب هيساعد النهاردة بالقضاء على الإرهاب ليس في بقرة سيناء فقط لغير ولكن على مستوى الامة العربية بنجد كل يوم بيحصل فيه تطور النهاردة أصبح طول الأنفاق تعدى 800 متر النفاق أصبح بتحت القشرة الأرضية في مصر 800 متر فلابد أن المنطقة العزلة تبقى كيلو وهكذا هيحصل مزيد من المقاومة الإرهاب وكذلك إخلاء بعض المدنيين وبناء أماكن جديدة لهم وذلك في أي دولة في العالم مكافحة أمن القومي لنسأل نفسنا سؤال إذا كنا في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أو في لندن أو في فرنسا إذا كان النهاردة مكان معين سيستخدم لمكافحة الإرهاب أو مكافحة جريمة معينة فالمدني يعطيه مهل بعض ساعات يخليه ما كانش كده فهو المسؤول عن تواجده في هذا المكان إحنا طبعا هذه الحادثة بنأسف لأي مدني بيقع والعقيدة العسكرية عندنا بترفع شأن المدني إلى أعلى درجة إلا أن لا بد أن يتعاون المدنيين أهل السلاء مصريين مع مقاومة الإرهاب أيضا والمعاونة في مدهم بالمعلومات وعدم احتضان الإرهابيين داخل بيوت وأماكن بيسكون أسر وأطفال المحالي السراتيجي دكتور ماهر هاشم كنت معي من القاهرة شكرا جزيلا لك أربيل أيضا شهدت مقتل أربعة أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري سيارة مفقخة استهدفت مبنى مجلس محافظة أربيل عاصمة كردستان في حادث لا يصر كثيرا في هذه البلدة التي كانت أو هذا الإقليم المستقل ذاتيا والذي كان يعتبر آمن نسبيا لكن يبدو أن الأحوال المضطربة في كل الإقليم وفي الغراق قد انتقلت إلى هناك وأصابت هذه المنطقة على كل هو اختراق حدث في هذه المنطقة على كل لازم نتابع هذا البرنامج فيه بعض الفاصل ايران ايران تستخدم بنكا صينيا لتحويل أموال لفيلق القدس هل يمكن ذلك في ظل الرقابة الدولية على البنوك بغداد تحول 500 مليون دولار إلى أقليم كردستان ضمن الاتفاق النفطي تصادرات النفط والغاز الطبيعي في الجزائر بنسبة 1.2 من 10% النفط يهبط صوب 78 دولار والسوق في انتظار أوبيك البنك الدولي يقلص توقعاته لتأثير وباء بولا على أفريقيا إلى 3 مليارات دولار اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد سنعلق في هذا الخصوص على بعض التقارير الاستخباراتية الغربية التي ذكرت بأن إيران تلجأ إلى بنوك صينية أو إلى بنك صيني تحديدا لتحويل أموال إلى فيلق القدس في التفاف ربما على العقوبات المفروضة على هذا البلد وبالتالي تسلك سلوك آخر من خلاله تقوم بإيصال هذه الأموال ونحن في هذه الجولة نود أن نتساءل عن تفاصيل ذلك وإمكانية حدوثه في ظل الرقابة الدولية أنا معي من القاهرة السيدة بسانت فهمي رئيسة مجلس دارة شركة المشهورة الاستشارات المالية والمصرفية أستاذ بسانت إزعد مساك وأهلا بيك معنا في هذا البرنامج ودعين الله يزعد مساك وسلمي ما يدعونا للحديث بدءا هو هذه الاتهامات الغربية التي وجهتها المخابرات والجهات الاستخباراتية الغربية إلى إيران طهران بأنها تستخدم بنك في الصين لتحويل أموال إلى فيلق القدس يعني تأخذ هذه اللفة الطويلة التفافا على العقوبات المفروضة على هذا البلد هل من الممكن أن يستقيم ذلك في ظل الرقابة المفروضة على البنوك في العالم أم أن الثغرات وأوجه القصور موجودة في النظام المصرفي ويمكن استغلالها لا يمكن في الجهاز المصرفي الدولي أن يتم تحويل أي مبالغ أيا كانت بدون أن تكون مرئية من الأجهزة الرقابية العالمية لا يمكن وخاصة إذا كانت بعملات دولية زي الدولار أو اليورو مستحيل أن يحصل تحويلات وما تبقاش متشافة من الجهات الرقابية الدولية فهذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيح فإذا كان هناك تم التحويلات فما فيش جدال أنها مرئية ومتشافة من كل العالم مش بس يعني الأجهزة النهاردة الجهاز المصرفي الدولي مفتوح وتقدر حضرتك تشوف تحرك الأموال من جهة إلى أخرى فما فيش حاجة اسمها أموال تتحرك وغير مرئية هذا الكلام لا يوجد لها أي أساس من الصحة إذن إلى أي مدى في نهاية الأمر هناك أموال تحول لجهاتهم حتى إذا كانت تنظيمات إرهابية أو إلى ما ذلك تصل هذه الأموال بشكل أو بآخر ما هو حجم السوق الموازي السوق الظل السوق الأسود في العالم والذي أيضا من عبره تمرر مثل هذه الأموال إذا كانت هذه الأموال تمرر فالطريقة الوحيدة إنها ما تكونش مترخبة إنها تدخل إما في حقائب دبلوماسية إما ناس واخدها معها كاش ولو إن حتى الكاش صعب لأنه بيعدي في المطارات والمطارات بتفتش كل الشنط سواء كانت شنط ملابس أو شنط في إيدين الناس فالشيء الوحيد اللي قدر يبرر هذا الكلام إن هذه الأموال تدخل فيه الحقائب الدبلوماسية لكن لا يمكن إنها تدخل وتكون غير مرئية حتى إذا دخلت خارج الجهاز المصرفي فهي بتدخل عن طريق التهريب سواء كانت بمطارات أو عن طريق سيارات لكن بتبقى مرئية يعني بكرر ضروري الجهات الرخبية تقدر تمسكها إذا كانت عايزة تمسكها على كل أن التقرير الذي تحدثت عنه جالات الأنباء ذكر بأن إيران لديها حساب في بنك كونلون في بكين وهو نفس البنك اللي اختارته الصين ليتولى سداد مشتريات النفط الإيراني والتي تبلغ مليارات بعد هذه العلاقة هل من الممكن إيجاد صيغة ربما لتمرير هذه الأموال أيضا إذا كانت هذه الأموال بالعملات الدولية يعني دولار أو يورو فهي يبقى كرر مرئية إذا كانت بعملات أخرى غير دولية ودي طبعا ما بتستخدمش في البلاد اللي بيستخدم في شراء هذا النوع من الأسلحة أو غيرها أو يعني في تمويل هذا النوع من الإرهاب عادة بتبقى العملات الحرة لكن إذا كانت فتح الحساب بعملة غير دولية ممكن أنها لا ترى وبتبقى شايفة غير الصين لكن إذا كانت هناك عملات دولية لا يمكن أن لا ترى نعم يعني هذا الكلام مش علمي نعم لكن أستاذ بسانت يعني إذا كانت هناك شركات كما يقول للتقرير والتحليل الاستخباراتي لهذه العملية نحن نودع أن نصل فيها إلى نتيجة أن شركات مقرها طهران تابعة لفيلقا للقدس تقوم بالتحويل من هذه الحسابات إلى كيانات وهمية مسجلة في الصين لكنها تتبع لفيلقا للقدس كيف من الممكن أن نحلل أيضا هذه الطريقة التي ساقها التقرير ممكن تتحول بس هي مرئية يعني ده اللي أنا عايز أقوله لحضرتك أنت ممكن تحول دولارات من أي مكان في العالم أو يورو لكن منطق أنها غير مرئية هو ده اللي أنا بقول لا ما فيش حاجة اسمها غير مرئية العملات العالمية بتتحرك في جهاز مصرفي دولي مترائب من كل من من مئة جهة فالإدعاء أنها غير مرئية لا ده غير صحيح هي مرئية إلا إذا زي ما بقول لحضرتك اتحركت وخرجت في شنط مثلا دخلت شنط دبلوماسية اتحركت في سيارات نقل لكن لو اتحركت عن طريق جهاز المصرفي كل العالم مترائب حضرتك مكالمات التليفون كل دي عمليات إلكترونية متشافة ومترائبة ما هيش عمليات نقدر نقول بالتم في الخفاء محدش شافها مستحيل دي متشافة ومترائبة نعم إذا دعينا نتحدث عن النظام المصرفي في العالم يعني ما هي في تقديرك بغض النظر عن بزألة الرقابة هذه أوجه القصور والثغرات التي تنتظم هذا النظام وإلى أي مدى هو يسهم أيضا في الإختصار شوف حضرتك نتيجة التطور الإلكتروني الهائل اللي حدث في العالم في السنين الماضية واللي لسه هنشوفه قدام أصبح حضرتك تقدر تشوف كل حاجة حتى الهاكرز بيخشوا وبيقدروا يشوفوا كل حاجة موضوع الرقابة النهاردة من أصعب ما يمكن لأنه ده أجهزة إلكترونية كل ما كان حد عنده قدرة إلكترونية أعلى شوية بيقدر يشوفها ويراها صحيح ما بيتدخلش لكن بيبقى شايفها فإن إحنا لازم الأجهزة المصرفية العالمية إذا حبت إنها فعلا تحط رقابة إنها تشوف طرق لا يستطيع الهاكرز إنهم يقدروا يدخلوا ويبصوا عليها ولا شك إن الأجهزة الاستخبارات الدولية عندها من المتخصصين اللي يقدروا يشوفوا كل هذه العمليات زي بالزبط ما بيقول لحضرتك المكالمات التليفونية مكالمات التليفونية بتترائب ما بالك بتحويلات بتتم بأرقام عبر دول كل ده متشاف عن طريق الأقمار وعن طريق النظم الإلكترونية فمسألة إني ما شوفش حاجة بتحصل أنا كمصرفية لا أتصور إن هذا الكلام يكون مقبول لإني أعلم جيدا إنه مهما عملنا الكلام ده متشاف الحاجة الوحيدة اللي متتشافش إلا إذا أنت شلتها في إيدك وخرجت بيها وبرضه حيتعرف إنك سحبتها وبعدها حتروح تحطها في مكان آخر العالم مفتوح التطور التكنولوجي اللي حصل في العالم ما بقاش في حاجة اسمها شيء غير مرئي ده مستحيل وخاصة فيما يتعلق سواء كان بالتحويلات عن طريق الإلية المصارف التحويلات الإلكترونية والسويفت وكل هذا كلام أو حتى عن طريق الهاتف كل ده متراقب يعني حديثتك تعلم جيدا إن أي مكالمة في العالم تقدر حضرتك تسمحها وشوفنا إزاي رؤساء الجمهوريات مكالمتها متسجلة سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية فما بالك بتحويلات بتتم في السواني كل يوم كل ده مراقب وبنبقى عارفين يعني إحنا عارفين إن كل ده متراقب أما إن أجهزة الاستخبارات تدعي إنها ما شافتهاش لا ده شيء غير منطقي وغير معقول جيد سيدة بسانت أنت تعلمي أن هناك عقوبات مالية كبيرة تفرض على البنوك في حال مخالفتهم للأنظمة والقوانين واللوائح ما هي المعايير التي على ضوءها تفرض من هذه العقوبات والجهاد التي لها الحق في ذلك شوف حديثك كل البنوك يجب عليها ودي طبعاً تبقى للقوانين اللي كلنا ملتزمين بيها إنها تبلغ إذا حصل عندها أي اشتباه ولذلك البنوك ما هياش مكان للاتهام هي مكان تقول أنا أشتبه وبتبلغ الجهات الرقبية في الدولة عادةً كل بنك مركزي عنده وحدة أو قطاع كامل مسؤول أن البنوك تختروا بأي عملية مشتبه فيها وبعدين هذا البنك المركزي عن طريق هذه الوحدة بالاتفاق مع الجهاز بنوك المركزية العالمية بيتبادل البيانات والمعلومات بحيث أنهم بيبقوا عارفين إذا إحنا بنشتبه في حالة مثلاً أو إيران في حالة مشتبه فيها داخلها بتتبلغ الجهات الأخرى في العالم فالأجهزة المصرفية في العالم عن طريق البنوك المركزية بتتعاون في ضبط هذا النوع وكلنا مضيين على اتفاقيات دولية لمكافحة الإرهاب ومكافحة كل العمليات الغير قانونية سواء كانت تهريب أموال سواء كانت عفواً مخدرات أو أي أنشطة الممنوعة فالتعاون ما بين الأجهزة المصرفية والبنوك المركزية في الدولة والبنوك المركزية دولياً هي اللي بتقدر تحكم هذا الموضوع ولو البنك ملتزمش أو خبأ هذه المعلومات بتوقع عليه عقوبات شديدة لأنه يبقى كأن البنك بيتعاون في أنه يشجع هذا النوع من النشاط سواء كان تمويل إرهاب أو تمويل ومش هتصدق حضرتك أن ساعات المبالغ تصل إلى مبالغ تفا لكن يجب على البنك أن يخطر وفي الفترة الأخيرة كمان الموضوع ده اشتد أكثر نتيجة اجتداد حركة الإرهابيين في العالم كله ومش بس في المنطقة العربية والشرق الأوسط فبالعكس البنوك مشتد أكثر في هذا الموضوع فأنا أعتقد أنه هناك تعاون دولي هام وهناك قوانين دولية وطبع هذه القوانين كل البلب بترعي أنا أشكرك سيدة بس أنتفاهمي رئيسة مجلس إدارة شركة المشهورة للاستشارات المالية والمصرفية لذلك استشهرناك شكرا جزيلا لك أهلا ودعونا نذكر بإغلاقات الأسواق مع حسين السعيد أهلا بكم مشاهدين في هذا الاستعراض لإغلاقات الأسواق العربية ليوم الأربعاء اليوم شهدنا تقلبات واضحة على معظم الأسواق العربية وبداية من دبي تراجعات كانت بحوالي 19 نقطة مئوية على رغم من أنه بدأنا اليوم التداولات في سوق دبي على ارتفاع ولكن بعد افتتاح السوق السعودي في اللون الأحمر شهدنا هذه التراجعات على رغم الارتفاع السوق السعودي في آخر التداولات أبوظبي أيضا كان على تراجع بحوالي 20 نقطة مئوية بينما مصقط استطاع أن يعود خسايا اليوم أمس والارتفاعات اليوم بحوالي الربع النقطة المئوية تقريبا قطر يستمر في تسجيل المكاسب يحاول الوصول مجددا إلى مستويات 14 ألف نقطة تقريبا ولكنه يعاني ربما من وصول إلى هذه المستويات القياسية البحرين كان على بعض التراجعات اليوم بحوالي 20 نقطة مئوية خلال تداولات اليوم الكويت يبقى ضعف واضح في سوق الكويت يعني ضعف الثقة ربما ما يؤثر اليوم على سوق الكويتي وتراجعات متتالية خلال هذا الأسبوع اليوم حاولت ربما بعض المؤشرات الكويتية الوزنية وكويت 15 على الأغلاق في اللون الأخضر ولكن في نهاية التداولات عدنا إلى التراجع وكويت السعر لأنها التداولات اليوم على تراجعات بحوالي 14 نقطة مئوية الأردن كان على حالة من الاستقرار السوق السعودي اليوم ما بين التذبدبات التي شهدناها في بداية التداولات استطاع أن يعود ويرتفع بحوالي العشر النقطة المئوية الملاحظة اليوم بأن البنك الأهلي شهدنا عليه بعض من الاستقرار على رغم من التراجعات اليوم ولكن على ما يبدو بأنه بدأنا نشهد هذا السعر يستقر عند المستويات الحالية باقي الأسواق في مصر شهدنا المزيد من الارتفاع نتيجة الشراء الأجانب والأفراد في السوق المصري وبالتالي استطاع EGX 30 تحقيق المزيد من المكاسب فلسطين ارتفاعات طفيفة ولكن لبنان كان على حالة من الاستقرار شكرا زمين حسين السيد بلاتر هذا الرجل الذي يحكم الفيفا يبدو أنه اخترب من الرحيل بعض الفاصل الفيفا هل اختربت نهاية بلاتر بعد 33 عاما من الحكم ربيع الفيفا نزيد مساكم من جديد فضايح الاتحاد الدولي لكرة القدم أصبحت حديثة الرياضيين على مستوى العالم والكثيرين يعتبروا أن هذه هي بداية النهاية لهذا الاتحاد الفيفا هذه الجمهورية نتابع التقرير ونقلب بهذا الملف فساد رشوة مؤامرات ثلاث كلمات تعبر عن كيفية إدارة جمهورية الفيفا التي يترقصها السويسري جوزيف بلاتر منذ عام 1998 هذا التاريخ بدأت في الظهور على الصفح جرائم فساد الفيفا خاصة خلال عملية التصويت على استضافة كأس العالم التي أصبحت البطولة الكبرى على وجه الأرض نرصد معا مجموعة من أشهر قضايا الفساد في الفيفا القضية الأولى تتعلق بعملية التصويت على استضافة كأس العالم 2006 التي كانت مريبة بكل ما تحمله كلمة من معان بعد فوز ألمانيا بشرف التنظيم بفرق صوت واحد عن جنوب إفريقيا بعد انسحاب النيوزولندي تشارلس دامبسي وامتناعه عن التصويت علما بأنه طلب منه التصويت لمصلحة جنوب إفريقيا في حالة خروج إنجالترا من الصراع على حق الاستضافة لكن دامبسي لم يلتزم بذلك وأعلن انسحابه من الجولة الأخيرة ليمنح بذلك ألمانيا حق الاستضافة وقال دامبسي بعد ذلك أنه تعرض إلى ضغط هائل لا يمكن تحمله من قبل مجموعات أوروبية القضية الثانية بطلها جيروم فالكا سكرتير عامل التحاد الدولي الحالي بعد أن أدانته محكمة أمريكية بتهمة الكذب في قضية المؤسستين الماليتين ماستر كارد وفيزا بصفته مديرا للتسوق في الفيفا في ذلك الوقت وأرغم على دفع 90 مليون دولار إلى ماستر كارد للتنزع عن الدعوة القضائية القضية الثالثة كانت قضية التربح أدين فيها نائب رئيس الاتحاد الدولي عام 2002 التريندادي جاك وارنر الذي وجهت إليه الاتهامات بالتربح من خلال استضافة بلاده بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما في عام 2002 وبعدها بسنوات قليلة ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن وارنر تربح بشكل شخصي من بيع تذاكر كأس العالم للناشئين القضية الرابعة أدين فيها عضوان من اللجنة التنفيذية للفيفا وهما رينالد تيماري القضم من تاهيتي والنجري أموس أدامو الذين عرضوا بيع صوتيهما خلال التصويت على استضافة نهائية كأس العالم 2018 و2022 وعقب تيماري بالإيقاف لمدة عام وبغرامة مالية قدرها 5000 فرانك سويسري وتم إيقاف أدامو ثلاث سنوات وغرم 10 ألاف فرانك سويسري القضية الخامسة هي ما تثيره الصحافة البريطانية حول شقوق في عملية التصويت لاستضافة كأسي العالم 2018 و2022 ولكن الغريب في الأمر أن الصحافة البريطانية تركز على كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر رغم أن أنجلترا لم تترشح لاستضافة هذه البطولة بل خسرت استضافة الكأس الأخرى عام 2018 أمام الضب الروسي إذن هذا هو واقع الحال في الفيفا جمهورية الفيفا بهذه القضايا المتراكمة وأنا معي اليوم مراقبة الفيفا في سي أم بي سي عربية مراقبة البرامج الرياضية محمد السيف بعد التقرير معنا في البرنامج محمد مساء الخير مساء النورة طيب مساء ويبدو أنك تذهب على الملفات بشيء من اليقظة والدقة والله طيب لو تديني وقتنا ممكن أعمل ديكومنتر المد الثلاثة ايام متواصل عن هذه القضايا خلينا نبدأ من قطر دوحة نعم وأنت تعلم أن الدوحة يعني رفعت الأقلام وجفت الصحف قبل أيام صدر القرار بطبرئة القطر وروسيا من الاتهامات التي ألصقت بهتين الدولتين وقالت الفيفا قولها الفصل كأس العالم ماضي دون تغيير في هتين الدولتين خلينا بس أوضح نقطة واحدة طيب لجنة القيم في الفيفا هي عبارة عن المستشار القانوني بمعنى أصح أي شكوى بتقدم إلى لجنة القيم أو الأخلاق زي ما بيسموها رئيس لجنة القيم اللي هو القاضي الألماني إيكارت طلع وقال صراحة أن الملف أو استضافة قطر 2022 واستضافة روسيا 2018 لا تشوبها أي شائبة بمعنى أصح يعني لا يجوز فتح الملف مرة أخرى يعني ده مضيع للوقت بمعنى أصح يعني لو احنا تكلمنا مرة تانية أو أي شكوى تقدمت مرة تانية يبقى عبارة عن زي ما احنا ما نقول كده بلغ كيدي لأن ما فيش أي أدلة على وجود أي أخطاء في استضافة قطر أو استضافة روسيا جيد يعني 2018 2022 في مكانها وفي مواعيدها تمام دعنا نتكلم عن بقية الفضائح يبدو أن كثير من الملفات والقضايا الآن تصهر ومخوفية أعظم في الفيفا ولا يوجد دخام من غير النار يبدو أن هذه المنظومة الدولية تشوبها كثير من الشوائف هل ستؤثر كل هذه الفضائح على مستقبل هذا العجوز بلاتر 78 سنة خلينا نقول بس ولا زال في منصبه خلينا نقول بلاتر بدأ مع الفيفا سنة 1975 كانت بدايته في لجنة اسمها لجنة التطوير أولا بلاتر مالوش أي علاقة بكرة القدم ده رجل كان سكرتير عام اتحادي الهوكي السويسري مالوش أي علاقة بكرة القدم بدأ مع الفيفا سنة 1975 وزي ما نقول كده بشطرته وبعلاقاته وصل إلى أعلى منصب تنفيذي موجود في الفيفا سنة 1981 أن يكون السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم وبداية من 1981 حتى يومنا هذا في سنة 2014 وهو بيحكم الفيفا مع العلم أنه كان عاصر رؤساء آخرين للفيفا لكن هو بمعنى أصح اللي بيمسك كل خيوط اللعبة في إيده الحكم في الفيفا حكم رئاسي بمعنى أصح هو بيترقص كل شيء هو اللي بيملك كل شيء هو اللي بيحرك كل اللجان الموجودة حتى منها اللجنة التنفيذية اللي هي بتقوم بعملية التصويت على كأس العالم ولجنة القيم اللي هي بمعنى أصح هي اللجنة القانونية في الفيفا نعم أنا والله محمد رشحك للفيفا يعني لكل هذه المعلومات خاصة من الانتخابات 2015 إن شاء الله في منافسين لبلاتر في 2015 يبقى مجنون اللي ينفس بلاتر في في أوجه قوته دلوقتي يعني بلاتر 78 سنة أولا وفي ناس فكرت أن هي ترشح نفسها أصاده ومش أدر أقولك يعني هي مصرهم كان إيه يمكن أولهم سنة 98 كان رئيس لاتحاد الأوروبي الكرة القدم لنارتي يوحانسون وده سويدي وعلاقاته من أقوى ما يمكن لكن طبعا ما نقدرش نقولي يوحانسون فين دلوقتي وثانيا هو صادق بلاتر الحميم اللي هو السيد محمد بن همام القطري وخلينا أقول الكلام ده على مسؤوليتي الشخصية نعم وعلى كل ممكن بلاتر 80 سنة نشاهده أيضا رئيس 2015 الانتخابات رغم هذه الفضائح شكرا كابتن محمد شكرا أستاذ طيب على الاصطدافة الجميلة دي في مرنامجك الرائع شكرا الرائع دي حدودك اكتين تاني إلى اللقاء موسيقى موسيقى